من التكنولوجيا التي بعضها ما زال قيد التطوير من أجل أن نطور سوق للطاقة للتعامل مع الأزمة التي تسببت بها الأزمة المشكلة في أوكرانيا وكلفة المعيشة ارتفعت بسرعة كبيرة وهذه قضايا لها تبعات سياسية الحلول الحقيقية تأتي من الدول التي تستطيع أن تتعاون معا لأن تضع الموارد والمعرفة لتتكامل فيما بينها نحن لسنا بمجموعة رفاهية بل هي مجموعة لتفيد قطاع العلمي والتكنولوجيا وهذه التكنولوجيا التي نتبادل المعلومات حولها هدفنا أن يكون لنا وجود في السوق العالمي نحن أربعة دول مختلفة وعندما بدأنا بتتباحت عرفنا بوضوح أننا كلنا نريد نفس الأمور لأبنائنا نريد لهم الدفع والطعام والمياه والصرف الصحي وأن يكون هناك تعليم جيد ورعاية صحية ونقل وبنى تحتية ونريد أن نقلل من الضرر الذي تسبب به جيلنا على المناخ فهذا تحدي كبير فما من دولة لوحدها يمكن أن تتعاون مع هذه القضايا بمفردها مهما كانت ثرية إلا أننا في هذه المجموعات مجموعات كبيرة قد تنتهي بها الأمر غير ناجعة لكننا نحن هنا نقدم مثال آخر عن النجاح ونحن نقدم كل إمكاناتنا لنجد المرونة وآلية يمكن أن تستفيد من اتخاذ القرارات السريعة وفي الوقت ذاته إيجاد السبل لإقامة علاقات موازية مع دول تود أن تقوم بما نقوم به نحن هنا القائمة ما زالت مفتوحة ودورنا كقيادات هو أن ندفع فرقنا بأشد ما يمكن لأبحاث ومشاريع لتربطهم بالمجتمعين التجاري والعلمي العالم كله يراقب هذا الاجتماع وهذا يبين أن هناك شيء خاص يحدث هنا نوع جديد من التعاون الإقليمي الاقتصادي الأكثر مرونة وأكثر تأقلما مع المشهلات التي نواجهها مع النتائج التي سنخرج بها من هذا الاجتماع ستصلت الضوء على التزامنا تجاه نوع جديد من التعاون هذه الشراكة فيها كل دولة وكل شريك يقدم كل قواه كي يكون الكل أعظم من مجموع أجزائه هذه مجرد بداية شكرا لكم الآن أفخر بأن أدعو الرئيس الأمريكي سيد جوزيف بايدن ليقدم كلمته الافتتاحية شكرا رئيس الوزراء اللي بيت على هذا الاجتماع والرئيس بن زايد ومودي وأشكركم على هذا التعاون بين أطراف مهمة في الشرق الأوسط والمنطقة المحيط الهندي وهذا مثال جيد ونحن بحاجة لأن نجد طرقا جديدة للتعاون والأزمة المناخية المتفاقمة التي نشار بها في الشرق الأوسط كل يوم وأيضا الأمن الغذائي وأسواق الطاقة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا وكما شاهدنا تلبية الاحتياجات الطبية للمواجهات الجائحة كل هذه القضايا بمجملها تطلب التعاون وتنسيق ولا أحد منا يمكن أن يكون لديه الرد منفرد وكلما تبادلنا في هذا الالتزام تجاه السلام والاستقرار والرفاه أعتقد أننا جميعا في أكتاب الماضي أدركنا أهمية أن يكون لدينا أجندة مشتركة ليكون لها تبعات على بناء علاقات التطبيع مع إسرائيل بحيث يكون ذلك مبنيا على هذه العلاقات الاقتصادية التي تنعكس على دول ألمانية كل خطوة يجب علينا أن نطرح فيه السؤال على أنفسنا ماذا يمكن أن نحقق معا أول المشاريع هي عن الطاقة النظيفة والأمن الغذائي لمعالجة أهم القضايا التي تؤثر على شعوب العالم الأمن الغذائي والاستثمارات الإماراتية لتطوير حضائق زراعية في الهند لها إمكانات لتزيد عقود الغذاء بثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات أن الهند من أكبر دول المنتجة للغذاء في العالم فتخيلوا ما سيرعكس ذلك من فوائد على قطاع المزارعين الهندي والولايات المتحدة دائما تمول دراسات جدوى لمشاريع طاقة في الهند تطورت 300 ميجاوات من الطاقة الهوائية والشمسية أربع دول تعمل الآن معا بخبرائها واستثمارات القطاع الخاص هذا سيستفيد من الهند لزيادة حصتها في تحقيق أهداف الألفية وبالتالي نصل إلى نتائج يشار بها المواطن في حياته اليومية لا أحد يتجاهل التطور في البنية التحتية البنية التحتية تسير في الاتجاه الصحيح مع المجتمعات التي يتم خدمتها الآن هناك فراغ وخلال سنوات الثلاث القادمة سيتم تحديد مشاريع يمكن أن نستثمر بها ونطورها معا هذا يعني أننا في الخطوة الأولى لإيجاد القيم لهذه الصيغة للتعاون بين دولنا الأربعة وأنا أتطلع لأن يبقى متصلا والمشاركة في أثناء بنائنا لهذه المنصة ويمكن أن نفعل الكثير معا أشكركم جميعا على هذه المبادرة وأعتقد أننا إن استمرين على هذا النحو سنحقق إنجازات كبيرة الآن أفكر بأن أدعو رئيس الوزراء الهندي الشيخ محمد بن زايد النهيان الرئيس بايدن بداية أعرب عن بالغ تهانيه وأمنياتي الخاصة لسيد لبيد لتوليه منصب رئيس المزراء وأشكركم على عقب هذه القمة فهو اجتماع لشركاء الاستراتيجيين نحن جميعا أصدقاء تجمعنا علاقة طيبة وهناك تشبه كبير في أسلوبنا وفي مصالحنا أن الـ I2U2 قد قامت أجندة إيجابية منذ القمة الأولى فنحن حددنا مشاريع مشتركة في عدة مجالات كما وضعنا خارط الطريق لتنفيذ هذه المشاريع وفي برنامج الـ I2U2 اتفقنا أن نركز في استثماراتنا على ستة مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والأمن الغذائي ومن الواضح أنه من أجل هذه الرؤية وجدول الأعمال للـ I2U2 هي عملية ويمكن أن نعطي زخماً لهذه الأجندة من خلال حشد القوة المشتركة بين دولنا من رأس مال وخبرة وأسواق ويمكن أن نسهم بشكل إيجابي للاقتصاد الدولي إن الإطار التعاوني هو مثال جيد على التعاون العملي بين الدول وأنا كل ثقة بأننا من خلال هذا البرنامج سنصنع مساهمات جيدة على السعيد الدولي في الأمن الغذائي والطاقة والنمو الاقتصادي نشكر القيادات والآن ننتقل إلى الحوار المغلق بينهم وندعو الصحافة للخروج من القاعة ننتقل إلى الحوار المغلق بينهم ننتقل إلى الحوار المغلق بينهم